هلو انا نوني طبعا اصدقائي رجعتكم في فيديو جديد ففيديو اليوم رح يكون حماس يا اصدقائي رح يكون شوي مختلف لا انا بهذا الفيديو جدلت و رح تتحمسون و اوكي طبعا في فيديو اليوم فكرته مو خدعة ولا شيء يا اصدقائي بشنو رح تتعرفون اكثر عن الادمن و معلومات اكثر عنه هوايته اسمه الحقيقي كامل و عمره يا اصدقائي و صور اكثر عنه و الانم المفضل عنده و شنو موجود يا اصدقائي بالمكتب ماته بالشركة على مدير روح للدوام فايب يا اصدقائي يعني هو حاط اشياء هو يحبها اوكي و صور الفريق العمل كلهم يا اصدقائي رح روكم حتى بريد بوي شوفوا كيف صاير شكله اوكي فاليوم هذا الفيديو حماس لما معلومات عن هذا الادمن و اسمه الحقيقي كشي و فريق العمل يا اصدقائي فتابعوا الفيديو الاخير على مدير حرفون كل شي طبعا اصدقائي هذي اول معلومات رح سمعوها عن بيك ايك زي او هما منشئين لعبة و يا اصدقائي اول مرة رح يشوفون هذه الصور انا لحده ما شفت اي يوتيوبر سوا عنهم فقبل كشي حطوا لايك و اشتركوا اه طيب يا اصدقائي دعونا نبدأ اول شي خل ارويكم صورة الادمن الحقيقية من متحمسة سيحط لايك و يشترك و يشترك بقناتي نونة جامر و دعونا وان تروا يا اصدقائي هذه اول صورة الى اه شوفوا كيف صاير شكله يعني اوه هو لابس الكمامة هاي شوفوا كيف صاير شكله من متوقع رح يكون هيد شكله صراحة ما تشت متوقع انه هيك يعني صير شكله يب هو هذا الشكل الحقيقي يا اصدقائي عنده بعض صور تحمسه اه طبعا اصدقائي انتو شوفون يعني هو يشبه شخصيته باللعبة صلحه حس ايه الشعر يعني هيك قريب من اه تصريحه مع الشخصيته باللعبة و الكمامة يعني شوية خليتها يتقرب الشبه الشخصيته اكثر فشي رأيكم اصدقائي ما توقعت نهائيا اكون عندي هواي صور و اشياء ف يلا تابعوا الفيد الاخير تحمسه زايد اوكي و ترى هذي الصورة الثانية شوفوا كيف صايرها و قاعد بكرسيا سلامه عليه فشوفوا كيف صاير صراحة اصدقائي ما تشت متوقع نهائيا بس هذا اللي صار اوكي فعنده بعض صور اوكي ترى عندنا هاي الصورة هاي احلى صورة بالنسبة الي نفسه هو يعني فهو يشبه شخصيته اكثر واكثر شو رأيكم اصدقائي صح له او لا اوكي على اي حال هو يشبه شخصيته لمن يلبس الكمامة اوكي المهم هسا عندنا صورة ثانية خلي اكلك ارويكم كل الصور و نقول اسمه الحقيقي وهو ياته و كل شي واحد اثنين ثلاث ثلاث شوفوا كيف صاير شكلها هاي الصورة الثانية اوه ماذري يا رقم اوكي بس على اي حال بدون كمامة هذه المرة هو بيتا فشوفوا كيف يعني و هاي الصورة الى بيتا ثايب و هاي الصورة الثانية الهم بيتا فشوفوا كيف حطوا هواي لايكات و اشتركوا حطوا هواي هواي لايكات من جد اسطحق هذا الشي و ما توقعت ما توقعت ان يصير شكلها طبعا اصدقائي انشروا فيديو بكل ما كان الاصدقائي يكون بنامج اي برنامج تعرفوا انت و انشرو انشرو على مدر الناس تشوف الادمن و الانشئي لعبة اللي يحبها اللعبت بكهزيها خلي روح يسويها اوكي يبا يا اصدقائي دعونا ننزل و نغير مكاننا اوكي وين نروح تابعوني بعد يا اصدقائي لان عندي هواي مفاجأت لكم واسمه هوايته و الإنم المفضل عنده ومنشئي اللعبة حتى درت باي دريد بو يا أصدقائي اعتقد الكل يحب دريد بو المعلومة طيب يا أصدقائي دعونا نحول هذا المكان حسا يا أصدقائي حسا من هو متحمس يعرف اسم الادمن اسمه الحقيقي اسمه الحقيقي يا أصدقائي متحمسين نضعوا لك واشتركوا 3 2 1 اسمه الحقيقي تشال مارسيل دي باروس يا أصدقائي هذا هو اسمه نهاية اسمه طويل بس هو مختصر عن الاسستجرام اسمه الحقيقي تشال مارسيل دي باروس مثل ما قلت لكم اضعوا لايك واشتركوا اكبسوا اول مرة سموه مني استحق لايك واشتراك ونشر الفيديو في كل مكان لان استحق اقول لكم اشياء عن الادمن اشياء كشي كشي يا أصدقائي عرفت عن الادمن انهم يضعوا لايك والمزل او.. اشتركوا او.. يب دعونا نكمل اوكي نحول المكان وقال لكم الانمي المفضل عنده اوكي 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 واحد اثنين ثلاثة ترى الانمي المفضل عنده هو دراجون بول يا اصدقائي كل من يعرف هذا الانمي هو جدا 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 مشهور هذا الانمي طيب اصدقائي اضطوا لك من جد افكرة اكثر اجب اللايك والاشتراك اهم شيء فعل الجرس على المدية يصلكم كش الجديد اول باول ومثل ما تشوفون على المكتب ماته بالدوام مع شركة على المدية اضطوا دراجون بول شخصية جوغو فشوفوا هذه الكرة الدراجون وحركات وهذا من تحول سايان شعر ذهبي اصدقائي انتم اول مرة ستعرفون هذه الشيء مني نونة قيمر باعوا هذه المتجسمات مع شخصية جوغو الكل يعرف هذا الانمي والشخصية فهو طلع من عشاق هذا الانمي يتابعه ويتابعهم هو انبيس اوكي فنحول مكان من جديد ما اريد يكون ملل فمثل ما تشوفون هسا مجسمات عن جوغو وهو اشياء وهو يعني مكتبه مع العمل يعني مني داوم على مد الشركة وهي فما توقيت اصدقائي فشوفوا حط هذا نسيت اسمه بالضبط ماريو اصدقائي شوفوه هناك رح اقرب الصورة فشوفوها ذاك ورافع مدري شين هذا الشيء الاصفر مدري داهبي تايب يا اصدقائي منو تشان متوقع انه يحب هذا الانمي وحبها الشخصيات فمنو متوقع يشوف مكتبه بالشركة يعني ما دوام مكتبه هاي الشركة مال بيك اكزيع اصدقائي منو تخير رح يشوف هذا هذا كل من عندي اصدقائي 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 هذه البونساي هي طريقة زراعة الازهار او الاشجار على الطريقة اليابانية فهي هاي هواية الادمن حطوا لايك واشترك ومثل ما تشوفون اصدقائي هاي الصور هو المسويها شوفوا كيف صاير الاشجار يعني اصدقائي تكون الاشجار الصغيرة فمثل ما تشوفون هي هذان هو اللي زارة هن يا اصدقائي فالادمن شكله فناش فايب يا اصدقائي هو هذا فن البونساي هس اصدقائي رح نروح على منشئ اللعبة او الفريق نفسه اوكي منو متحمس حطوا لايك اصدقائي واشتركوا رح ارويكم دوريدبوى رح يكون من ضمن هاي الصورة فايشبه ص stand qui قبل قشو هيتم لايك تدا هЫ هوا منشئين اللعبة يا اصدقائي مثل ما تشوفون هذك باو الفراrika الاول اخر واحد شوفوا على الجهة اليسار هو هذا الدريد بوين شوفوا هو يشمع شخصيته يعني التسريحة نفسها هم اسمر بس مو مثل شخصيته شوفوا الفرق بيناتهم لحظه شوفوا صح اكو اختلاف بلون البشرة بس على نفس التسريحة بس لون البشرة مختلف وباعوا الادمانية البقية شوفوا كيف صايرين واشكالهم بس اصدقائي البقية ما اعرف منه هذولا مش هي اللعبة بالضبط منهما فاوكي هسا اقول لكم حلم الادمن من كان صغير يقول من كانوا يعني الاطفال حلمهم ان يكونوا رائدي فضاء لعبي كرة مشهورين بس هو كان حلم يصنع العاب ويكون ادمن وهاي بس يا اصدقائي يا الله تحقق حلمه تحقق تحقق هو هذي حلمي بعد ما شفت بيك ايك زي كان حلمي هم اسه ونفسه يا ربي يعني من اكبر اصيل نفسه واصل عاد منه هاي وتحقق حلمه منه يتوقع فهو هذي كان حلمه وبعد كبر وتحقق حلمه وهو طبعا حصل شهادة هاي الشهادة انه هو يعني شنو فنان بالرسم على اللابتوب او الحاسبة اللي تسموه اصدقائي فحصل شهادة وهو يعني هو بعدين هو مو كان حلمه هاي تشي يصير منش لعبة وهاي فبعد ما صار بالشركة قام يساعدهم ويرسم شخصيات جديدة وهاي فيساعدهم على رسم الشخصيات وهوي اشياء واعتقد الحزمات يا اصدقائي هو اللي يراسم هنا ومسويه هنا على تفكيره هو هسا الشيء المهم يا اصدقائي عن الادمن اللي هو عمره الحقيقي فقبل لا اقول لايك سبسكرايب شعر وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو عمره الحقيقي فمتوقعت عمره هو 35 فتوقعته اكبر بعد لان شوفوا صابغ شعره شوي ابيض وما عدري هيش صابغة هو يعني مو هذا لون شعر الحقيقي ما ندري احنا بس بس هو صابغ شعر انا متأكدة فهو هذا عمره الحقيقي توقعت بالاربعينات عمره فما اعرف حطوا لايك واشتركوا يا اصدقائي فمنهم ما احد منكم سامع هذه المعلومات فمني حصلتوا على المعلومات وحطوا لايك واشتركوا اصدقائي انا انشروا فيديو بكل مكان اصدقائي تفاعلكم ما قاع يعجبني نهائيا اريدكم صرون احسن وشجعوني اكثر على مدعطيكم وهو معلومات عن الادمنية وهو اشياء بك يغزي فأريد تفاعل حلو من اسا اقول اوكي و بس يا اصدقائي كان هذا فيديو اليوم ان شاء الله استفقتوا واستمتعتوا اياي واتفاجأتوا اياي فهذا كان فيديو اليوم ان شاء الله تكون استمتعتوا وحبيتوا واذا حبيتوا حطوا لايك واشتركوا بقناتي نونة غيمر واشتركوا بها القناة تفاعل 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 اوكي و بس باي 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 اشتركوا في القناة